اعيش العراق تقاربا سياسيا بمحيطه العربي ومنه الخليجي بعد قطيعة دامت لسنوات وتوتر على مستوى العلاقات توجه هذا التقارب بعودة حميدة لعجلة الاخوة لمسارها الطبيعية عن طريق فتح بعض المعابر الحدودية مع دول جارة منها السعودية بعد زيارة قاب بها رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادية عقبتها مثيرة لها قام بها وزير الداخلية العراقية قاسم العراجي الانفتاح العراقي لم يقتصر على دولة بعينها بشمل عدة دول في المنطقة تأخذ تلك العلاقات اطرا جديدة مبنية على التعامل الودي واحترام سيادة كل من البلدين عدم التدخل في شؤون الاخر وتتحدث وسائل اعلامية عن زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي تشمل بغداد والنجف للقاء سياسيين ورجال دينا ما قد يسهم في ترصين التفاهم الامني لمواجهة الارهاب والفكر التكفيري الذي قد يحقق الانتقال والابتعاد عن الاتهامات المتبادلة والمضادة بين الطرفين بحسب طلال الزوبعي الذي وجد من التقارب خير الحلول لعادة العراق لحضنه العربي وابعاده عن النفوذ الايراني بحسب رؤيته ما قد يدعم البلاد في المجالات الاقتصادية رئيس المجموعة العراقية للدراسات واثق الهاشمي لم يخفي اهمية الزيارة المرتقبة لولي العهد معتبرا اياها احد العوامل المهمة في استعادة العراق ما كانته السابقة في الوسط العربي والاقليمي لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب من جانبها قلت معدلات الارتياح والتفاؤل لدى بعض اعضائها من التقارب وزيارة المرتقبة معتبيرين تلك المحاولات السعودية بمثابة باب جديد يفتح للتدخل الخارجي بشأن العراقية بدعم مرشحين وقوائم تستعد لخوض الانتخابات النيابية ما يؤسس لموطئ اجندات خارجية داخل السلطة التشريعية المتحدث باسم الحكومة سعاد الحديثي وفي تصريح صحفي اشار لخطة حكومية مستقبلية بين العراق ودول الخليج تتضمن المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية اضافة الى الجانب الامني وتحدياته منوها الى جملة تحديات مشتركة بين العراق ودول مجلس التعاون تتعلق بالتطرف والارهاب والارهابيين ومصادر تمويلهم صباح حكيم قناة بلادي